بهدف اطفاء المظهر الجمالي والمساهمة في زيادة المساحات الخضراء في مدينة السلمية بريف حما أقام مركز الموارد المائية بمدينة السلمية بحملة تجيير شملت مدينة السلمية حيث تم زراعة عدد من أشجار السر وغيرها من الأشجار للتصدي للغياح هذه الحملة تأتي استكمالا لحملات التجيير التي قامت بها مدرية الموارد المائية من قبل وهي ضمن توجه الحكومي وتوجه المحافظة باستهداف أي متر مربع بشجرة أو استهداف حتى السنتيمتر المربع الواحد ببذرة وهذا كان سعي ناول غير حاليا هو إقامة مصد للرياح لحماية موشآت مركز السلمية للموارد المائية المبادرات التي تحدث في مدينة السلمية هي إعادة تشجير هذه المدينة وإعادة شجرة الخضراء إلى هذه المدينة نحن نشارك الموارد المائية في تشجير هذه المنطقة طبعا الهدف هو زيادة المساحة الخضراء في مدينتنا من أجل إعطاء صورة جيدة لهذه المدينة ومن أجل أن تعود الحياة بشكل طبيعي وخاصة في منطقتنا بعد أن دمر الإرهاب جزء كبير من أجارنا زراعة الأجار من أجل الحفاظ على البيئة وتنقيط البيئة وزرع الخضراء ومن أجل زرع السرور هذه الحملة جاءت استمرارا لحملات سابقة لتعزز ثقافة زراعة الأجار وإعادة الغطاء النباتي والاستمراري في العطاء محيد دين فهد للإخبارية السورية ريفي حبا ترجمة نانسي قنقر